دوليا دائما نصحت الهيئة العليا للصحة في فرنسا أمس الاثنين بعدم أعطاء لقاح مودرنا المضاد لكوفي 19 لمن هم دون 30 عاما في توجيه نصدرته بعدما أظهرت دراسة فرنسية كبيرة أن اللقاحات العاملة بتقنية الحمض النووي تزيد قليلا خطر الإصابة بالتهاباء عضلة القلب وغلاف القلب لدى الشباب وجرت دراسة التي أشفت عليها مؤسسة إيبيبار للدراسات والبحوث التي تجمع وكالة الأدوية وصندوقة من الصحية الوطني الفرنسيين على أشخاص تتروح أعمارهم بين 12 و50 عاما أدخل مستشفيات في فرنسا بسبب التهاب عضلة القلب أو غلاف القلب بين 15 مايو وال31 من غشت وكما أوضحت تقارير اليقظة الدوائية تؤكد نتاج الدراسة الفرنسية أن لقاح فايزر ومودرنا يزيدان من خطر حدوث هذين المرضين في وضون سبعة أيام بعد تلقي لقاح